الحمد لله ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أيها المؤمنون عباد الله إن مطلب عباد الله الصالحين وغاية أولياء الله المقربين وشغلهم الشاغل النجاة يوم الوقوف بين يدي رب العالمين ولنتأمل رعاكم الله في هذا الباب العظيم باب النجاة يوم القيامة النجاة يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل لنتأمل في هذا المقام قصة عجيبة أطرافها الثلاثة هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال بيناء أنا جالس مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي فلم أشهر فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وأطبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى صلما علي جميعا ثم قال أبو بكر جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام فما الذي حملك على ذلك قال ما فعلت قال عمر بلى والله لقد فعلت قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك عمر فقلت أجل قال وما هو فقال قثمان رضي الله عنه توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر قال أبو بكر رضي الله عنه قد سألته عن ذلك قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها قال أبو بكر رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاح تأملوا أيها المؤمنون هذه القصة العظيمة وما أعجبها وأجل شأنها وأدلها على عناية السحابة والرعيل الأول رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الأمر العظيم أمر النجاة يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ويزداد الأمر ويزداد هذا الأمر عذما وجلالة عندما نتأمل في هذه القصة العظيمة ونجد أن أطرافها في هذا الباب العظيم هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافئ والعمل الصالح وللنجاة يوم القيامة أمام رب العالمين أقول ما تسمعوه وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن واله نغوانا مسلمين باينبوديا جعلامده كي بسلاته لأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر